لا يزال الجزائريون يتابعون باهتمام كبير تقدم اشغال مصنع فيات بوهران ومدى تحقيق وعود الرئيس الذي اعلن ان بداية الانتاز ستكون في شهر مارس المقبل ان شاء الله وفي هذا السياق اكده الوادي سعيد سعيود يوم الثلاثة 14 فيفري ان اشغال مصنع وهران وصلت الى نسبة انجاز جد متقدمة بالمنطقة الصناعية طفراوي بوهران وقال سعيود في تصريح لوسائل الاعلام لقد تم الانتهاء من انجاز الوحدة الصناعية الاولى للمصنع فيما تبلغ نسبة تقدم اشغال الوحدة الثانية 45% واحصت بورصة المناولات والشراكة للغرب المتواجدة مقرها بولاية وهران عشرين متعاملا جزائريا ناشطا في قطاع المناولات قادرين على تموين مصنع فياط الجزائري للسيارات بقطع والاجزاء الاساسية ويتعلق الامر بالزجاج السيارة والكراسي والعجلات والبلاستيك واللواحق الاخرى في وقت اعلن مجمع ستيرونتيس عن تجنيد خبرائه لاختيار شركاء محليين لتزويد المصنع فياط الجزائري بالقطع الاساسية في اطار مساعي المصنع لتحقيق نسبة ادماج مقبولة ترجمة نانسي قنقر